hi students we have today we have a lesson in adverbs of frequency اليوم عدنا درس عن ظروف التكرار adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار ملاحظة ظروف التكرار هو خمسة تستخدم مع الزمن المضارع البسيط للإجابة على السؤال how often يعني نستخدم ظروف التكرار adverbs of frequency نستخدم ظروف التكرار هي خمس كلمات نستخدمه مع الزمن المضارع البسيط للإجابة على السؤال how often how often كم مرة يعني تجيب معنا كم مرة how often كم مرة عدنا الكلمات خمسة لازم تحفظهم تعرفين كتابة كتابة هاي الكلمات شلون تنكتبوا أيضا تلفظها ومعانيها لأن هي خمس كلمات سميهم adverbs of frequency ظروف التكرار أول كلمة عدنا always اللي هو معنا دائما sometimes sometimes أحيانا usually عادة never أبدا often غالبا تستخدم مع الزمن المضارع البسيط عدنا بالزمن المضارع البسيط نوع من الجملة جملة تتكون من فعل وفعل وجملة تتكون من فعل وفعل مساعد شلون نستخدمهم وين يكون مكان هاي الظروف بالجملة يعني بالامتحام نأجيبها عنطيش الكلمة بين قوسين أقولش دخلي هاي الكلمة واحد من هذه الكلمات بالجملة وين الدخلها لهم مكان محدد بالجملة يعني ما يصير كيفنا نستخدم أنك بداية ووسط للأخير ما يصير هو عنده مكان محدد إذا عندك الجملة تتكون من إذا كانت الجملة إذا كانت الجملة تتكون من فعل وفعل فعل subject وفعل verb فيكون هاي الكلمات مكانهم في الوسط بين الفاعل والفعل إذا عندي فاعل وفعل فالكلمات always sometimes never often usually يكون بالوسط ما يصير قبل الفاعل ولا يصير بعد الفعل يتكون محصورة بين الفاعل والفعل عندي تشهنة من هاي الجملة مثلا عندي I I often go to bed at 11 p.m I often go to bed at 11 p.m أنا دائما sorry أنا غالبا أذهب إلى النوم عند الساعة حادي عشرة مساء I often I often تشوفين هنا عندك الفاعل I أنا والفعل go أذهب عندي فاعل وفعل فالظرف التكرار يكون بين الفاعل والفعل ما يصير بعد الفعل ولا يصير قبل الفعل يكون بين الفاعل والفعل تجملة ثانية she always visits her grandmother she always she اللي هي فاعل هي she always visits her grandmother هي دائما تزور جدتها عندك الفاعل she والفعل زيارة تزور visits وعندي ضرف التكرار always فيكون بين الفاعل والفعل بين الفاعل والفعل they sometimes جملة ثالثة they sometimes play football every every afternoon هم أحيانا يلعبون كرة قدم بعد الظاهرة كل ظاهرة they sometimes play football after every afternoon عندك أيضا وين الفاعل تجين الدورين على الفاعل والفعل لازم أنت بتجملة حتى تعرفين شلون تستخدميهم تستخدمين أو تدخلين كلمة تكرار ظرف التكرار بالجملة دوري على الفاعل والفعل هنا وين الفاعل عندي الفاعل they والفعل play فإذن يكون ظرف التكرار يكون بين الفاعل والفعل sometimes sometimes إنا عندك ملاحظة ملاحظة إذا كانت الجملة تتكون من فاعل وفعل من فاعل وفعل فيكون مكان ظروف التكرار بين الفاعل والفعل هاي الملاحظة أما إذا كانت الجملة أما إذا كانت الجملة تتكون أما إذا كانت الجملة تتكون من فاعل وفعل مساعد فاعل وفعل مساعد فاعل مساعدة في زمن المضارع هم ثلاثة am or is فيكون استخدامه استخدام ضرف التكرار بعد الفعل المساعد فيكون استخدام ضرف التكرار بعد الفعل المساعد عندك من هذه الجملة تكون بهالشكل القانون multi subject اللي هو الفاعل I ياخذ فاعل مساعد ياخذ am He She ياخذ is We You They Sorry We You They Are ياخذون I وضرف التكرار يجون بعد الام والis والare Always Never Sometimes Often وجل يكون بعد الفعل المساعد عندك هنا جملة We are never at home We are never at home نحن أبدا أو لم نكون موجودين في البيت We are never at home لم نتواجد أبدا في البيت We عندك نهافة الفاعل والare اللي هو فعل المساعد والnever هو ظرف التكرار تشوفون ظرف التكرار بعد الفعل والفعل المساعد I usually go to the park to read I usually go to the park to read أنا عادة أذهب إلى المتنزل أو للبارك للقراءة للدراسة عندك الآي فاعل والآم هو فعل مساعد فظرف التكرار يكون بعد الفعل المساعد بالامتحان بهذه الطريقة سأجيبها سارا سارا read stories every day سارا read stories every day هي سارا تقرأ قصص كل يوم أقول لك بالامتحان use استخدمي هذا الطلب بالامتحان المطلب use often use often شلون تدخلين كلمة often بالجملة شلون تدخلي على الجملة تجين الدورين الجملة هي يا نوع من الجملة هل هي فاعل وفعل أو فاعل وفاعل مساعد تجين دنا الدورين وين الفاعل الفاعل سارا شنو بعدها جاي reads reads تقرأ تدرس تقرأ هي تقرأ reads reads تقرأ عندي فاعل وفعل فيكون often استخدام بين الفاعل والفعل ما طول عندي فاعل وفعل فاستخدام often يكون بين الفاعل والفعل هو دائما يكون خارجا في أيام الجمعة يقولش المطلب هو استخدمي sometimes شلون أعرف مكانة وين عندي أباو على الجملة عندي فاعل أكيد عندي الفاعل أتباو بعد الفاعل بعد الفاعل شنو عندي عندي فاعل مساعد أو فاعل عندي is يعني هو فاعل مساعد فيكون مكان الظرف بعد الفاعل المساعد مكان الظرف sometimes مكان ظرف التكرار يكون بعد الفاعل المساعد يعني he is sometimes out every Friday he is sometimes out every Friday هو أحيانا يكون خارجا في أيام الجمعة عنك ملاحظة sometimes مثل جوكل يعني تقدرين تستخدميها فقط sometimes ملاحظة كلمة sometimes يمكن استخدامها في بداية الجملة أيضا يعني أقدر sometimes أجيبها إلى بداية الجملة قبل الفاعل أو بعد الفاعل المساعد يعني هذا شاذ sometimes شاذ مو مثل بقية الظرف التكرار فقط sometimes أقدر أستخدمها في بداية الجملة أو في مكانه اللي شرحناه في مكانه المحدد أو في مكانه الأصلي في الجملة عندك بالكتاب هذا الجمل كتاب الطالب عندي جمل هاي الجمل مهمة بتأشرين عليها عندي هنا هاي الصفحة 8 how often how often كم كثيرا كم غالبا يعني كم مرة أو كم مرة تعيدين الفعل كم مرة تسويين الفعل نستخدم how often نستخدم هاي الظروف الخمسة اللي هو always دائما وعادة often غالبا never أبدا sometimes أحيانا عندك هاي الجمل مهمة هاي الجمل نقراها نشوف مكانه my father always has a rest after lunch أبي دائما يأخذوا قصة من الراحة بعد الغداء عندك الظروف تكرار always بين شنو عندنا بين الفاعل اللي هو my father والهاز اللي هو فعل I usually do my homework after lunch I usually do my homework after lunch أنا عادة أنا عادة أكتب واجباتي بعد الغداء أيضا بين الفاعل والفعل I never have a rest in the afternoon أنا لا أخذ استراحة بعد الظاهرة never بين الفاعل والفعل I هو فعل والhave هو فعل I often watch television for an hour أنا غالبا أو كثيرا ما أشهد التلفاث لمدة ساعة then my brother and I my brother and I sometimes play a game أيضا بين الفاعل اللي هو I والbrother والplay فيكون بين الفاعل والفعل of course Fridays are different بالطبع أيام الجمعة يكون مختلفا We are never at home لم نكون أو لم لم نكون متواجدين في البيت أبدا أيام الجمعة We are never at home تشوفين هنا عديش الفاعل وفعل مساعد فاعل وفعل مساعد فيكون never بعد الفعل المساعد We usually go to Friday prayers دائما أو عادة نذهب إلى صلاة الجمعة We always go to our grandparents house after We always دائما نذهب إلى بيت جدتنا We always بين الفاعل اللي هي we والكو اللي هو فعل فيكون بين الفاعل والفعل نعندك ملاحظات adverse ظروف اللي هي always sometimes usually أو في never rule put them after نهاية تكتبين بالفراغ after بعد after the verb be after the verb be بعد الفعل be فعل be في الزمن المضارع هي is or am with other verbs put them between بين between the subject and the verb sometimes we put this word at the beginning of the sentence يعني أحيانا نستخدم هذه الكلمة في بداية الجملة فقط عندي sometimes كلمة sometimes نستخدم في بداية الجملة وأيضا نستخدم مثل بقية الظروف بين الفعل والفعل أو بعد الفعل المساعد ناتج activity book عندج تمرين هذا تمرين مهم دي تمرين دي صفحة page 12 تمرين دي هذا مهم what do you write sentences تحليها بعض الطريقة write sentences تكتبين هذه الجمل what do you often eat ماذا ماذا غالبا تأكل I often eat burger what do you sometimes eat I sometimes eat rice and chickens what do you never eat I never eat fish عنها هذه الجملة هذه الجملة هذه الجملة مهم أيضا عنده تمرين لا page 15 page 15 صفحة 15 تمرين I write five sentences تكتمين خمس جمل عن هذه الظروف تكرار sometimes أحيانا often غالبا usually عادة always never ever I sometimes I sometimes help my mother أنا أحيانا أساعد أمي Sarah often watches TV in the evening in the evening Sarah غالبا تجاهد التلفاز في المساء Ali Ali usually plays games Ali usually plays games Ali عادة يلعب العاب Ahmed always studies hard Ahmed always studies hard for the exam Ahmed دائما يقرأ بجد للامتحان they never go to London they never go to London